أهلا بكم مشاهدينا قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الانسحاب من مدينة ليمان يمثل ضربة كبيرة للقوات الروسية ويمكن أن يقوض وجودها في إقليم دونباس الذي يعد محورا للرئيس فلاديمير بوتين ومن ليمان يمكن للقوات الأوكرانية أن تتقدم باتجاه الشرق في محاولة لطرد القوات الروسية من البلدات والقرى التي سيطرت عليها خلال الصيف على الرغم من أن درجات الحرارة المنخفضة قد تبطئ القتال ويحذر محللون عسكريون أيضا من أن القوات الأوكرانية يمكن أن تستنزف إذا توغلت كثيرا وتصبح عاجزة عن الدفاع عن الأراضي التي سيطرت عليها حديثا من الهجمات الروسية المضادة أبرزت مجلة نيوزويك نتائج استطلاع للرأي العام تظهر أن الأمريكيين سائموا سياسة إدارة بايدن فيما يتعلق بمعاقبة روسيا بسبب حربها على أوكرانيا إذ كشفت النتائج عن ميل أكثر نحو المفاوضات الدبلوماسية من أجل وقف الحرب حتى وإن تطلب الأمر تقديم أوكرانيا بعض التنازلات وقد أيد هذا الخيار 57% ممن شملهم الاستطلاع أشارت صحيفة الغارديان أن الإضطرابات السياسية الأخيرة في بوركينفاسو ستشتت تركيز الجيش وستسمح للجهاديين بتعزيز قبضتهم على البلد الذي كان ينعم بالسلام في يوم من الأيام وتضيف الصحيفة بالنسبة للبعض في جيش بوركينفاسو كان ينظر إلى رئيس المجلس العسكري الحاكم بول داميبا الذي أوطيح به على أنه متساهل للغاية مع فرنسا وقد دعا بعض الذين يدعمون زعيم الانقلاب الجديد إبراهيم تراوري السلطة الجديدة إلى السعي للتقرب من روسيا ونيلي دعمها نقلت صحيفة تايمس أوف اسرائيل عن مسؤول إسرائيلي كبير القول أن الاتفاق الوشيك لترسيم الحدود البحرية الإسرائيلية مع لبنان هو انتصار لأمن إسرائيل مشددا على أن المصالح الأمنية لإسرائيل راسخة في الاتفاقية وأضاف أنه إذا وافق الجانبان على الاتفاقية فإنها ستكون ملزمة وترتكز على القانون الدولي وقال المسؤول الإسرائيلي إنه من المتوقع أن يصوت الوزراء عليها خلال اجتماع الحكومة الخميس المقبل على الرغم من أن المدعي العام لم يصدر حتى الآن رأيه القانوني بشأن هذه المسألة أشارت صحيفة والستريت جورنال إلى أن الانتخابات الرئاسية في البرازيل أمس الأحد أفضت إلى جولة إعادة في الثلاثين من الشهر الجاري بين الرئيس اليساري السابق لولا دا سيلفا والرئيس الحالي جايير بولسينارو وتم التصويت أمس بعد واحد من أعنى في مواسم الانتخابات منذ خروج البلاد من الدكتاتورية العسكرية عام 85 حيث قتل عشرات السياسيين هذا العام وأكثر من 140 آخرين وقعوا ضحايا للضرب والخطف والهجمات منذ يوليو تموز الماضي وتلفت الصحيفة إلى أن هزيمة بولسينارو تعني أنها المرة الأولى منذ أوائل التسعينيات التي يفشل فيها رئيس منتخب بالبرازيل من الفوز بولاية ثانية اعتبرت صحيفة الغارديون أن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات كانت انتكاسة كبيرة للبرازيليين التقدميين الذين تطلعوا إلى تحقيق نصر مؤكد على بولسينارو الذي هاجم مرارا المؤسسات الديمقراطية في البلاد وشوه سمعة البرازيل الدولية كما يتهم بولسينارو بإحداث فوضى في البيئة وإساءة التعامل بشكل كارثي مع وباء كوفيد الذي أودى بحياة ما يقرب من سبعمائة ألف برازيلي من خلال تقويض جهود التطعيم والترويج لأدوية مخشوشة وتنقل الصحيفة عن المحلل السياسي توماس ترومان أنها ليلة مخيبة للأمال للغاية بالنسبة لليسار فقد أثبت بولسينارو أن لديه زخما سياسيا لكن لولا لا يزال هو الأوفر حظا نقرأ مقالا في مجلة ناشونال انترست جاء فيها أن الحفاظ على الأمن القوي الأمريكي يستوجب رحيل نظام بشار الأسد ويعتبر المقال استمرار نظام الأسد إهانة للقيم الغربية وتهديدا للنفوذ الأمريكي العالمي وأضاف المقال أن الأسد باختصار هو مجرم حرب ولو تصرفت الولايات المتحدة وحلفاؤها بحزم معه منذ البداية لكان الصراع في سوريا قد توقف ولكانت تلك إشارة قوية لردع بوتن الذي غزى أوكرانيا أشارت صحيفة واشنطل بوست إلى أن الأسئلة تثار بقوة حول استخدام الشرطة الإندونيسية الغاز المسيلة للدموع عقب مأساة مباراة كرة القدم التي قتل فيها أكثر من 125 شخصا في تدافع داخل الملعب في مباراة بين فريقين محليين بمحافظة جاو الشرقية ودع المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في أندونيسيا أثمان حامد السلطات إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل في استخدام الغاز المسيل للدموع في الملعب وضمان مقاضات من يثبت ارتكابهم انتهاكات في محاكمة علنية وعدم الاكتفاء بعقوبات داخلية أو إدارية كما دعا حميد الشرطة إلى مراجعة سياساتها بشأن الغاز المسيل للدموع وأسلحة أخرى أقل فتكا لضمان عدم تكرار مثل هذه المسألة على حد قوله وتقول الصحيفة أن هناك علامات استفهام تتعلق بوجود أفراد عسكريين على ما يبدو في الملعب إذ يبدو أن السلطات لم تتبع إجراءات واضحة قالت صحيفة تليغراف أن المستشفيات في بريطانيا تلجأ إلى إلغاء أكثر من 22 ألف موعد طبي يوميا وتظهر البيانات أنه تم إلغاء موعد بعض المرضى مرات عدة وينتظر حوالي 7 ملايين مريض حاليا بدأ علاجهم وهو أعلى معدل تشهده بريطانيا على الإطلاق ختام جولتنا على الصحف العالمية وعودة إلى حسن وازدهار